مع تطور الهائل في مستوى تكنولوجيا وتطبيقاتها تبرز أخطار قدرات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت الموضة الجديدة التي يدور الحديث بشأنها في كل المجالات من وجهة نظر الاقتصادية هناك خشية من أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تقلل فرص الوظائف في كل المجالات هذا ما يراه من يعرف بالأب الروحي لذكاء الاصطناعي جيفري هينتون الذي يقول إن القضاء على فرص العمل لن يسلم منه حتى الأكثر ذكاء حتى وإن اعتقد بعضهم أنهم في مأمن من ذلك خطر آخر هو المعلومات المضللة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الذي يرى متخصصون أنه سيصبح حتى صانع تفاهات إذ لديه القدرة على إنتاج عبارات مقنعة تبدو معقولة دون أن تكون بضرورة صحيحة ومع توقع باستخدام مكتف له سيكون من المستحيل تقريبا تمييز ما هو صحيح مما هو كاذب المخاطر والرقمية هي الأخرى تسود مخاوف من شيوعها منها الاحتيال الأوتوماتيكي أو إنشاء حسابات بريد إلكتروني مزيفة ومواقع إلكترونية ورابط إلكترونية لسرقة المعلومات هناك تهديد آخر يأتي من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات الفاعلة الخطرة خاصة في المجال العسكري فهناك خشية من تطوير البشر للجنود الآليين فأنظمة الذكاء الاصطناعي تولد الرقم السري الخاص بها وتوجهه مما قد يحولها إلى أسلحة مستقلة وروبوتات قاتلة لذلك الأسباب أو لتلك الأسباب مجتمعة حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من مخاطر الذكاء الاصطناعي مؤكداً التزام إدارته بحماية حقوق الأمريكيين وسلامتهم مع حماية الخصوصية ومعالجة التحيز والمعلومات المضللة وتأكد من أن أنظمة ذكاء الاصطناعي آمنة قبل إطلاق